أعلن رئيس وهيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة سجلت تعبور 93 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالية حمولات صافية قدرها 4.4 مليون طن هذا وقد بلغت عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه شمال 52 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.6 مليون طن فيما تعبر 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالية حمولات صافية بلغت 1.8 مليون طن